بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب السنوية العامة أخباركم وربنا معاكم يا رب بين الإشعاعات وبين الحقيقة فالنهاردة يتأكد خبر تأجيل السنوية العامة الامتحانات اتأجلت اليوم 21 يونيو بدلا من 7 يونيو بعد الاجتماع النهاردة اللي اتعمل مع رئيس الوزراء أعلن وزير التربية والتعليم طارق شوئي النهاردة الحد إجراءات الوزارة فيما يخص امتحانات الثانوية العامة في ظل انتشار فيروس كورونا يعني الكلام النهاردة هو الكلام المؤكد يعني ما عادش فيه تخمينات اه او لا او يمكن او كده وبغض النظر يا جماعة على ان مين فرحان بخبر التأجيل ومين زعلان بس احنا الوقت بنتعامل مع امر واقع جاءت ابرز الكرارات للامتحانات ايه الكرارات تأجيل الاختبارات طبعا للثانوية العامة حتى 21 يونيو بدلا من 7 يونيو السبب السبب وراء تأجيل الامتحانات للثانوية العامة هو اجراءات التعقيم والتطهير عشان يبقى فيه وقت كفاية قول الوزير علشان يبقى فيه اجراءات التعقيم والتطهير ويبقى فيه وقت كفاية ان هما يعملوا كده العمل على توفير الكمامات والمطهرات لجميع الطلاب ويا رب يحصل ان شاء الله تم زيادة عدد اللجان الفرعية للطلاب عدد الطلاب في اللجنة لا يزيد عن 14 طالب برضو على اساس اللي هي عملية التباعد الاجتماعي سيتم الكشف عن الجدول النهائي للامتحانات خلال 48 ساعة يعني فيه جدول جديدها يظهر فيه خلال الكاميوم اللي جايين اجراءات مشددة قبل بدء الامتحانات للطلاب توقيع الكشف الحراري حيث تم تعقيم كافة اللجان بدء الامتحانات في تمام الساعة العاشرة من يتأخر عن التاسعة لن يدخل الامتحان اي ظرف قهري يمنع الطالب من دخول الامتحانات سيؤد الطالب في توقيت الدور الثاني على انه دور اول بس طبعا هيبقى فيه بدم ظرف كهري ما يثبت ذلك الوقت يا جماعة بالنسبة للقرار اللي طلع النهاردة اللي هو قرار التأجيل وزا ما اتفقنا الناس اللي هي مرحبة بالموضوع أو اللي زعلان منه خلاص زا ما اتفقنا احنا بقينا امر واقع وناخد الموضوع اللي هو اللي صالحنا يعني اللي الناس اللي هي ذاكرت ولمت منهجها يبقى تدلوقتي عندك فرصة تانية ان انت برضو تأكد مذاكرتك تاني وان شاء الله وما يحصلش تراخي يعني وبالنسبة لي حبيبنا الطلبة اللي مثلا كان نقصهم حاجة او ملموش مثلا جزئية في منهج معين او في مادة معينة ان شاء الله ربنا يوفقهم ويحاولهم ان هو يكون عمليات التأجيل ده في مصلحتهم وان شاء الله بإذن الله يكون لمصلحتنا ويا رب يزيل الغمة واتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته